وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط قرابة 400 قضية تموينية بمضبوضات بلغت قرابة 37 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع والاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 6 أطنان أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 628 قضية من بينها 95 قضية خبز نقص الوزن و80 قضية خبز غير مطبق للمواصفات هذا وفي مجال ضبط مخالفات التلعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن أقمح محلية